رحلة من المفترض أنها طبيعية لسفينة المساعدات التركية إنجي إنيبولو تشير التقارير إلى أن السفينة كانت تحمل شحنة تزن نحو خمسين طن من القمح إلى اليمن السفينة حصلت على التصاريح اللازمة من التحالف العربي للدخول إلى منطقة الانتظار على بعد كيلومترات من ميناء الصليف اليمني الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي خلال انتظارها تلقت القوات البحرية في التحالف العربي اتصالا من قائد السفينة تحدث فيه عن وجود أضرار في منتصف السفينة من الجهة اليسرى مشيرا إلى أنه لا يعلم سبب ذلك بدوره طلب التحالف العربي من ربان السفينة التحرك إلى خارج منطقة الانتظار لسلامة السفن الأخرى قوات التحالف البحرية عرضت المساعدة لكن قائد السفينة أفاد بعدم الحاجة لذلك مؤكدا أن الطاقم والسفينة بوضع آمن لكن قوات التحالف استخدمت حقها في تفقد السفينة حيث تبين وجود انفجار من الداخل إلى الخارج بعدها تم توجيه السفينة إلى ميناء جازان السعودي برفقة إحدى سفن التحالف العربي لمعرفة أسباب ذلك تداعيات عدة يثيرها هذا الحادث إذ يرى خبراء أن موقف قائد السفينة مثير للجدل من حيث الإبلاغ عن وجود أضرار في السفينة ورفضه المساعدة بعد ذلك قوات التحالف العربي وبعد تفقدها للسفينة تبين لها وجود انفجار من الداخل وهو ما يثير تكهنات بشأن الشحنات المنقولة داخل السفينة رغم أن ما هو معلن أنها تنقل قمحا فقط تتضاعف التكهنات خاصة وأن السفينة كانت في طريقها لميناء يقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتلقى الأسلحة المهربة من إيران عبر طرق مختلفة من أهمها البحر